محاولة ان شاء الله نبتدي في دراسة System Properties وزيارة المحاضرة رقم 7 في الحقيقة انا اقبأ مختم بخمات خواف هنبينه هل system linear ولا non linear causal ولا non causal stable او unstable static او dynamic time sparing or time intervention نبتدي ناخد خاصية خاصية نشوف معناها ايه وازاي نستنتجها من system 1 ابدأ باول خاصية وهو linear لو عندي system هل هو linear ولا non linear خلينا اقول في البداية ان كلمة linearity او system linear تعني ان principle of superposition is valid the system لو انا اخبت كمثال بسيط لل linear systems the electric circuits لو اقتربت دايرة هاي كده فيها two voltage sources مجموعة من المقاومات resistance بتاعتها ساكتة فبقول اني ببقى ان system دا linear فانا اقدر اعمل ايه بحبيت احسب التيار اللي مرر في المقاومة دية فهقول ان هو عبارة عن مجموع طيارين الطيار الاولاني هو نتيجة للصورس الاولاني الوحده والطيار الثاني هو نتيجة للصورس الثاني الوحده ففي الحالة الاولانية اخدت اي واحد وافترت ان اي اثنين بسيطة احبتت بدينا شور سيطة ففي الحالة الثانية حطيت اي واحد هي اللي بشور سيطة وافترت ان اي اثنين بسي اللي موجوده ففي المثال دا اول حسابة اي واحد المثال دا اي اثنين وبما ان system linear system linear اي اثنين بسيطة اي واحد بعد اي اثنين بسيطة اي واحد زائد اي اثنين فهو دا معنى البرسبال اكسوبار بوضيش ان لو عندنا اكتر من الامبوت بيأثروا على system فنقدراته كل واحد منهم على حدة واشوف تأثيره فإذا حبيت اشوف التأثير المجمع لكل الامبوتس لما يكونوا موجودين في نفس الوقت فبجمع التأثير بتاع كل واحد الواحده عشان فترة جيدة لو كان system linear البرسبال اكسوبار بوضيش دا ما بيقباش بالك يعني بمعنى هتلاقي ان اي دي اتنى اي واحد زائد اي اثنين بمعنى مثلا لو انا بدل ما احطت هنا resistance حاطت DI البرسبال بيخلي الدايرة دا اا non linear وبالتالي مش هتلاقي ان اي دي اي واحد زائد اي اثنين لما اتبته هنا وده هنبيره بمثال كمان شوية سوية خليني اقول بصفة عامة لو انا عادي اي system وكنت في المعمل وحبيت اشوف اذا كان system linear ولا لا ايه اللي ممكن اعمله فتجربه هتطرج ان عادي system باستطيله داخل عليه ايه وتسمه اكس واحد وخارج اوض هتسميه ولا فلو اشترقت على سبيل التنسيل ان اكس واحد مثلا عاملة كده هاجي الزمن ولي اكس واحد وان ولي واحد النتجة هي مثلا كده لان جيت بدل احط اكس واحد حصيت ننجد مختلف اسمه اكس اثنين ولياتهم مثلا كده وبالتالف دالية اوض وي اثنين عامل كده من قطوة الثالثة من اللي اتجروها بحط اكس واحد زائد اكس اثنين يعني باجمع يكون امبوس دولة على بعضهم ويبهو ده الامبوس اللي نسميه اكس ثلاثة وده اللي هيبه اضلاق العثور فطبعا هيبعدي احد وضعين لقيمة انه y ثلاثة دي هتساوي y واحد زائد y اثنين في الحالة دي يبهو system linear يبهو هنا هتساوي y واحد زائد y اثنين وده يبهو linear او انها لا تساوي y واحد زائد y اثنين في الحالة دي يبهو 2 دي فهو ده بطريقة اه طوضحية الى حد ما معنى foreign system linear او non-linear خلينا اخذ مثال على دائرة فيها دائرة زي ما قولنا قبل كده ونحاول نطبق الكلام ده ونشوف فعلا ازاي system non-linear طبعا الزالب هي اكتر من تمثيل اه كهرابي التمثيل اللي انا هاختاره هنا هو انها مثل ازايد كأنه switch فالswitch ده اما on وبالتالى يعني تقلنه short system او off وبالتالى تقلنه open system فاة كمثال افترل ان انا عادي هنا source افلايد على البائرة دية ان هي فيها resistance وده وانا ما عادي اعمله انه تشيك الانية فاة فبقول انه خطوركم واحد افترلني بي واحدة مثلا مطرية بكل ستالي في واحدة هادي مقومة وهادي الزالبتان افترلني الاغوط هو هو الطيار اللي ماشي في الدايرة فانا عندي input اه اكس هو عبارة عن constant وعندي الطيار اللي هنا اللي انا بحب ارسمه فطبعا زينا احنا عارفين ان الطيار هنا هيكون بيشاوي سفر نتيجة الان اللي ده ده reverse bar فلا حبيت ارسم ارسم اكس واحد كونسطل مقداره اي واحد مع الزمن وهارسة من الاغوط واي واحد اللي هو بتساوي السيار هو عبارة عن سفر سفر طيب لو انا في الخطوة رقم اثنين خط سفر اثنين بتساوي مينوس مينوس كتنين يعني بطارية معكوسة بالاتجاه انا طبعا مفرد هنا ان كتنين ده مينوسة 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 اتجاه اي داشن من انا فرضه هنا فهيطلع بطيه معكوسة مينوسة كتنين على فاذا انا ده فرفت اني حطيت بطارية هي عبارة عن K1 من K2 ايه اللي هيحصل فديها اتنحالة السالسة اني انا في الحياة اعايد ا ارسمها رقم ثلاثة عندي هنا فيه تي واحد وهنا تي اثنين وآدي الزاوز بتاعي برضو اللاحظ هنا لو انا فرص ان تي واحد اكبر من تي اثنين طيب معنى كده ان انا عندي بوسط بولت افلايب بالشكل ده ده الزمد وده اكبر ثلاثة وده بسي ما تي واحد مؤسس اثنين لكن السيار اللي ماشي هنا هو في الحالة دي هسمليه مثلا اي ثلاثة هيبق سفر طيب لو انا قرنت السيار ده بمجموعة السيارين اللي نسلوا في الحالقين اللي قابليها وضح ان مجموعة السيارين هنا طبعا يعني لو جمعت السيارين هنا هيطلع فينا اللي اي زائد هتطلع فينا سل مينس في اثنين عراق فلما انا جيت قرنت دلوقتي اي ثلاثة بي اي زائد اي اللي ساوي بقى وبالتالي اقدر استمت من السيارين من السيارين من السيارين فايفا كده انا اوريت مرة تارية ان اقدر بتجربة بسيطة في المعمل احدد اذا كان عندي سيستم معين في الحالة دي السيستم اللي انا بتتكلم عليه هو الالكتريك سيركت المكونة من الريزيستر من الريزيستر عن طريق ان انا غيرت الامبوت برافت الامبوت في كل حالة ولقيت ان البرينسيبل والسيارين وبالتالي استنتجت من السيارين بتاعي هنغاف عند النقطة ديت وان شاء الله في المرة جاة نشوف اناليديكالي كيف نقدر نبرس بسياركان السيارينيار او او ناليديكالي